في كارثة خطيرة لم تجد طريقها للزوال عن أرض العراق يضرب مؤشر عالمي جديد بحلول البلاد المرتبة الثالثة والستين من أصل مائة وثلاث وتسعين دولة وبعدد نقاط بلغ تسعة فاصل أربع وعشرين بمؤشر البلدان الأكثر تعرضا لمخاطر الكوارث العالمية لعام الفين واربعة وعشرين كما حل العراق في المرتبة العاشرة عربيا الصدمة جاءت في ترتيبه عربيا حيث سبقته اليمن بالأقل خطورة بالكوارث الطبيعية ويجمع المؤشر بين عوامل التعرض للكوارث التي تحدث والكثافة السكانية في المناطق المتضررة أما الباحث العراقي عن إمكانية تقليص حجم خطورة تلك الكوارث يجد الأسباب المتراكمة التي لم تحل حتى الآن هي الأساس في تفاقم تلك الكوارث وأبرزها الجفاف والذي يعتبر واحدا من أكبر الكوارث الطبيعية التي تهدد العراق خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى مع انخفاض منسوب مياه الأنهار وخاصة نهري دجلة والفرات والذي يؤدي إلى تقليص مصادر المياه والزراعة التغير المناخي الذي تنذر مؤسسات بيئية بضرورة مواجهته عبر إيجاد مشروعات تخضير واسعة لتحدى من أثار العواصف الترابية التي تضرب بشكل أوسع في السنوات الأخيرة حيث حل العراق بالمرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا بمؤشر تلوث الهواء في 2023 بحسب تقرير لشركة IQR للتكنولوجيا جودة الهواء بالإضافة لكارثة التصحر التي ابتلعت نحو 70% من العراق بحسب تصريحات رسمية صدرت العام الماضي أرقام مدوية بدأت ترفع نسبة الفقر نتيجة الهجرة القصرية من الأراضي الزراعية التي جفت إلى الحضر والذي ينذر بخطر استمرار العراق في عدم تنويع اقتصاده الريعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر